كم هي الأقوال والتصريحات والتهديدات التركية كثيرة لكنها على أرض الواقع تصبح مجرد ثرثرة في مواجهة المدافعين عن أرضهم في عفرين ومنبج حكومة العدالة والتنمية التي ألقت بقواتها وسط دوامة شمال سوريا والحديث عن معركة قصيرة جدا وعدهم بها قائدهم أردوغان دخلت شهرها الثاني وهي تتخبط وتسعى للخروج من هذا الكابوس العفريني بطريقة تحفظ ماء وجهها أمام شعبها والمجتمع الدولي منبج تعود من جديد على منابر السياسيين الأتراك حيث قال المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي خلال مؤتمر صحفي أنهم مصممون على انسحاب قوات سوريا الديمقراطية من منطقة منبج ولا يوجد خيار آخر لذلك حسب رأيه أنقر التي فقدت ثقتها بواشنطن تنتظر خطوات ملموسة من الولايات المتحدة بشأن منبج المتحدث أقصوي قال أن المباحثات جارية مع واشنطن بخصوص موعد بدء تشكيل آليات عمل مشترك بين البلدين زيارة وزير الخارجية الأمريكية ريكستيلرسون الأخيرة لأنقر تمخض عنها إنشاء ثلاث آليات عمل ثنائية هذا ما كشفه أقصوي في تصريحاته فريق العمل الأول سيتخصص بالعمل المشترك حول حركة الخدمة التابعة لرجل الدين فتح الله غولان والقضايا القنصلية بين الجانبين بعد أزمة التأشيرات في العام الماضي فيما ستعنى المجموعة الثانية بالملف السوري وأن يقوم الفريق ببحث كيفية التزام واشنطن بتعهداتها التي قطعتها لتركيا حول منبج ومسألة الحل السياسي بسوريا أما فريق العمل الثالث فسيهتم في مسألة الحرب التي تشنها تركيا منذ عام 1984 على حزب العمال الكردستاني ومما يثير السخرية من تصريحات المتحدث باسم الخارجية التركية دجله بأن عملية العدوان على عفرين لم تسفر عن مقتل أي مدني رغم ارتقاء عشرات المدنيين بفعل قصف الطائرات والمدفعية التركي الهمجي في أنحاء مقاطعة عفرين اشتركوا في القناة